اشتركوا في القناة موسيقى 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 تعطيم فتاح والحب التعرف إلى الغير والغاية والتوجه إلى أن يتعرف على المشاكل وكيف يحلها نعم يعني دائما بهذا الإطار هذا التواصل الإيجابي اللي بيصير بين كل الناس قداش بتنمسوا تغيير عن طلابكم بعد هذه النشاطات أكان على صعيد العلاق بينتهم على صعيد السلوك على صعيد تفكيرهم قداش بتشوفوا هذا التغيير بمجرد ما يتعذفوا على عدد تقليد مختلفة عنهم بمجرد ما يتعلموا التعاطي مع زمالي لأنهم من بلاد مختلفة هيدا بمجرسيتهم بسعادهم يتأبلوا الآن بدي أرجع للدكتور يعني دكتور قداش هذه النشاطات اللي كنا عم نحكي عنا هي النشاطات بتاعتي نوع من انفتاح أكتر ضمن المدرسة وضمن المحيط اللي موجود بالمدرسة طبعا ما بيكفي أن التلميذ بس تحصلوا بغرفة وتعلمها ما هي كله الغاية منه إذنه اللي بتعلمه هون بيطبقه الخارج الغرفية خارج غرفة الصف فلذلك التعرف والنشاطات اللي بيعملها خارج الصف هي جزء من الحياة لأن الحياة أغلبها بتصير خارج نطاق صغير اللي هو المحصور اللي هو الغرفة الصف نعم يعني دائما بإطار هذا التنوع الموجود بالمدرسة بعتد يوم الطالب صار أسكى إذا بدي أوله أبعد من أنه نحصره بمنظومة تربوية بست سبع ساعات تدريس وفقط يعني لأنه ضروري جدا يكون الطالب عم ينعطاه انفتاح أكتر على كل هذه الأنشطة اللي عم تقوموا فيها عملتوا مجموعة كبيرة من الأنشطة اليوم عم تكون مؤتمر مؤتمر لحيواست عبر الأقمار الصناعية تحديدا بين لبنان والصين قبل ما أفوت بالمؤتمر وتعرف مع سالي أكتر على الهدف والغاية من المؤتمر على المؤتمر ليسألك ليش اخترتوا الصين تحديدا ليش اختياركم للصين أولا الصين هي من الأقدم الحضارات من الحضارات القديمة جدا أولا الصين حجما هي من أكبر الدول خمس سكان العالم بسكان موجودين في الصين عندك تعريبا 1.4 مليون بليون يعني 1400 مليون شخصين في الصين الصين هي من أقوى الاقتصادات في العالم اقتصاد واسع بالنسبة للبنان المصدر الأول أو اللبنان يستورد أكتر شيء من الصين استيرادنا من الصين كان 2.5 بليون دولار هي رقم واحد سنوي طبعا سنويا فمن طبيعي أنه بدنا نتعرف على هالناس ما بيكفي أنه نقرأ عنهم بالكتب في التواصل هذا صحيح مهم جدا تعرف على الحضارة شخصيا أكتر من ما هي تقرأها بالكتب نعم يعني بعيدا عن الانترنت وبعيدا عن الكتب هذا تواصل الشخصي هذا الكونتاقت الديراكت وحبا أنه يصير نمو لهذه العلاقات والصداقات وبكرة يمكن يصير فيه إلا رفلكشن أنه يصير فيه التبادل الاقتصادي يمكن سياحي بين هالبلدين نعم لك أنا بلشنا بالانفتاح الثقافي بداية ونشوف شو لح يصير بعد هذا الانفتاح سعلي شو المؤتمر يعني المؤتمر لح يجمع لبنان وصصين من خلال مدرسة لويس شو هذا المؤتمر تحديدا هو تبادل ثقافي بين البلدين تبادل عادات وتقليد من أكل لزيف والكلوري لرأس لمناطق صيحية وأثرية لكتاب وشعراء إلى آخره يعني نوع من تعرف على الصين بطريقة متبادلة يعني طريقتين للتواصل الصين لح تعرف على الحضارة اللبنانية وكمان لبنان لح تعرف على هذه الحضارة الصينية أديش مهم هذا الشيء مشان الطلاب أديش مهم يعرفوا الحضارات الثانية نحنا عنا ثلاث غايات مهمين كتير من هذا التبادل السقافي أول شيء بمجرد من أنه طلابنا طلاب اللوي السي آي اس عم بيطلعوا على عادات وتقاليد زملائهم بالصين هيدا بيسهل ان تعلم وتقبل الاختلاف هيدا الشيء بيساعد كمان على زيادة معلوماتهم السقافية وإغنائها بمجرد أنه طالب يتقبل عادات وتقاليد غريبة ومختلفة عنه هيدا الشيء بيسهل أنه يتفهم ويتقبل أبناء وطنه حتى لو كانوا مختلفين بالرأي عنه تماما الغاية التانية منه هني أهمية العادات والتقاليد نوصلها للطالب ونخليهم يعرفوا أنه العادات والتقاليد بترمز للحضارة صحيح والبلد اللي عنده حضارة هو مؤهل يكون عنده مستقبل نعم فالعادات والتقاليد كتير مهمة لمجتمعنا وهي مفتاح لمستقبلنا نعم والغاية التالتة بس اسمح لي نوي هون بأهمية الإعلام بتغطية هيك نشاطات لأنه بيكون عم بيوصل للعالم أنه لبنان بجميع طوايفه بجميع أحزابه هو بلد منفتح هو بلد بيتقبل الاختلاف فهيدا فخر مش بس لطلابنا للمجتمع كله لكل المجتمع صحيح الغاية التالتة هي أنه دفنت لي من خلال هيدا التبادل والسقافي رح يصير في احترام متبادل رح يصير في صدقات رح تنتج منه والتعرف على اللغة رح يخلي يصير في فتح علاقات تجارية بين البلدين صحيح يعني هؤلت تلات غايات اللي واضحين جدا لهذا المؤتمر لهذا المشروع دكتور قدش كيف حيصير المؤتمرين شو لح يصير يعني لح يكونوا شو عم بتعملوا من لبنان شو عم بيعملوا بالصين شو هي الاشياء اللي داخل المؤتمر هل هو هذه بداية طبعا البداية رح تكون عن تعرف بين تلميذ احنا عدنا 40 تلميذ من المرحلة المتموسطة اليوم رح يكونوا به ناشاطات اولني عرفوا عن البلد عرفوا عن المدرسة عن التراثنا وهني نفس الشي وبعدين رح يصير تواصل برسائل وهي رح تستمر وطبعا يمكن هذا بيتطور بالمستقبل ان الله راد يصير زيارات بين الظرافين قد التكنولوجيا سهلت اكيد تكنولوجيا رح سهلت يعني عطيتكم هذا الحيص الكبير اكيد هيدا رح يكون لو مال الانترنت والتواصل ما ممكن هاد يعني فحي الفكرة كانت من 10-15 سنة كانت مستحيلة نعم هل لو بهالمناسبة احنا بدنا نطور رح نوين انه هالشي بيتطور وحنا من سنت القادمي رح نبلش نعلم اللغة الصينية بالمدرسة كلغة خاملة احنا عدنا بلوقت الحاضر اكيد العربي والانجليزي والفرنسي والسباني وحنا رح ندخل بالإضافة للصين رح ندخل الصيني من السلام بك الحوالي يعني الصين من الدول الصعدي جدا اليوم يعني واللي عندها تقدم ملحوظ جدا كان على صعيد الانماء البشري التنمية البشري وايضا كمان الصناعة اللي عم تميز فيها بشكل كتير كبير وبتعد لعني لحكون الى دور عالمي مميز جدا بالفترة المستقبلي مثل ما الكل يعني مثل ما كل الكراءة السياسية بتحكي بهذا الإطار ايضا بالإضافة لهذا نشاط لعندكم نشاط بيئي عم تحضروا له ياريت تحطينا بأجوال ايه اريدي سبق وحكيت عنه سابقا هون من عن هالمنبر نحنا بوقت انه الاعلام عم بيحكي عن النفايات الموجودة عنا باللبناء عن مشاكل البيئة التي لا تحصى ولا تعد عنا باللويسة انترناشن سكول قدمنا مشروع اللي قدمناها هي خلتنا نشارك بقمة بكاليفورنيا نحنا المدرسة الوحيدة من لبنان والشرق الاوسط اللي راح تشارك بهالقمة من 9 ل 15 شباط هدفها هي ايجاد حلول لعدم رمي النفايات البلاستيكية بالبحر والنفايات هي بتجعل ضرر على البيئة اللي الإنسان عايش فيها صحي على البيئة وعلى الإنسان وبتجعل ضرر على البيئة المجاورة كمان وكمان بتجعل ضرر على كل العالم فالنفايات هي مشكلة عالمية مانا مشكلة محلية نعم إذا رمينا موات بلاستيكية بالبحر عنها هيدا بتأثر على المحيط مش بس على البيئة اللي نحنا عايشين فيها صحي تأثر على المحيط على صحة الإنسان على الطبيعة على الشكل على كل هذا الشي بكل حوال كمان ضرورة جدا نتطالب أنه يتعلم احترام للبيئة واحترامه لنظافة هذه البيئة كيف يتعامل أيضا مع الاشياء كيف يكون فعلا بركة عم بيفرز من المصدر وكل هذه الاشياء لأنه بالتربية لما الصغير يعني يربع على كل هذه المهارات أو صلوكيات بتصير اشياء طبيعية عنده لما يكبر ولما يصير فارد فاعل بالمجتمع دكتور يعني كمان العنشطة متعددة بمدرستكم بين السين هل سيكون عندكم زيارة للنازا زيارة للنازا خبرني مجموعة من تلميز مع ساتستوم رح يزوروا الناازا الكندي سبيس سنتر المركز الفضائي الكندي ورح يتعرفوا هونيك طبعا على كل المهمات المهمات الفضائية اللي صارت ويتعرفوا على رائع فضاء ويخبروا عن تجربته رح يتعرفوا على من الإقلاع إلى الهبوط على القمط رح يعيشوا نغالهم بدنا نقول من هلها يعني رح ييشوا سيميليشن للتيكوف واللاندين وهمشي رح يكونوا فريق مع أكيد اخصائيين من الكندي سنتر اللي يأسسوا لمهمة فضائية هني يقرروا التيكوف واللاندين يعني اللي حيعملوا رح خبرة اكيد اكتفتي فخبرة رح تكون خبرة عظيمة كيف ما رح يسوى كل حياتهم وبعدين نحن تقلوا من هونيك إلى جامعة فلوريدا إصاد فلوريدا ورح يفوتوا مشروع الصناعة البحرية كمان والمشاكل البيئية اللي عم بيلاقوها شو ممكن وهيدي رح تكون بنفس الوقت هانز اون يعني رح تكون ريفوت وشوفوا شو البروجيات الموجودة هلا عم تنعمل ورح يساهموا فيها نعم شو حلو هذي النشاطات اللي بتفتح أفاق للتلميذ يعني اليوم قداش تلميذ اليوم بيصير ازا بديقول الزيبي اللي بينظر منها أوسع قداش بيصير تفكر بطريقة أبعد قداش بتصير الاختصاصات أوسع بالعرف يوم نحنا للأسف في لبنان في مجموعة من الاختصاصات هي اللي بتسيطر على يعني بديقول على التوجه الجامي عند الطلاب يعني هول ثلاثة أربعة اختصاصات هنه الأهم بالوقت اللي عالم عم بينفتح على نوع تاني من الاختصاصات وعلى مجال تاني بعتاد هدا اللي عم تعمل وخاصة بال الاثنين اللي اللي أخدناه اللي نسوان الاسبايس معدنا شي والصناعة البحرية في فروعة دراسية فيها واسعة جدا اللي ما نعرف عنها في كذا جامعة بالبنان بلشوا يدرسوا شي قريب للحياة البحرية إذا بدي قول كمان ولكن تجربة بعدها بعدها بده وقت لطلق كمية اختصاصات بهالفرع مهيلي قد من كثير تماما يعني ان شاء الله دايما بيكون في مدارس عم تأمن للطلاب هاي دي المساحة هاي دي الرؤية هاي دي الإدراع على أنه أنه هني يقرروا وهذه الإدراع على أنه يكون في عندهم أكتر من احتمال حتى يعرف يقرروا بين هذه الاحتمالات والأهم التعامل مع الآخر وتقبل الآخر اللي هو يبعتقد من أخلاقيات مدرستكم ومن أساسيات ضمن العمل بالمدرسة تماني الشهر تماني شباط يوم الأربعة تحديدا لحيكون افتتاح المؤتمر التواصل والانفتاح بين طلاب من مدرستكم وطلاب صنين اللي يتمنى لكم كل التوفيق بكل الأنشطة اللي بتقوموا فيها إن شاء الله دايما إلى المزيد من الرياضي والتمييز والنجاح دكتور ناثر سمحاري طبعا رئيس مدرسة لويس أهلا وسهلا فيك معنا وأيضا سالي زينون الضيفي العزيزي دايما مرحب فيك نائب رئيس مدرسة لويس أهلا وسهلا فيكم شكرا لكم شكرا شكرا